عشرات السنين من التقتيل والتعظيب والتهجير الذي مورس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وفي قطاع غزة المحاصر الذي يعد أكبر سجن مفتوح في العالم ولم يتحرك الضمير العالمي والإعلامي بمختلف العنوين باسم حقوق الإنسان والعدالة والإنسانية لكن طوفان الأقصى قلب الموازين وعر التواطؤ والمغالطات والأكاذيب والتسطر وراء الشعارات في الأعلام الغربية الذي تبنى لعقود ازدواجية المعايير والكيل بألف مكيال فأي إعلام هذا الذي يصمت دهرا وينطق كفرا بعد أن أغلق كل الزوايا التي تدين المحتل الصهيوني وقابلها بالتعتيم والتضليل لعقود لينساق الآن موجها للرأي العام العالمي بأسلوب ميكافيلي مفضوح غايته خدمة الاستطان إذ اتخذت القنوات العالمية من بلاطوهاتها موقع قصف آخر على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل وما يتعرض له من إبادة جماعية وتحجير ممنهج هذا السؤال الذي تكاد تجمع عليه كل القنوات الغربية التي اتسعت فضاءاتها لتشويه القضية الفلسطينية وحقيقة الاحتلال الصهيوني لتضيق على الموضوعية والحيادية والتوازن الذي أفقدها مصداقيتها وبالبند العريض سوقت الآلة الإعلامية الغربية لما يحدث في الأراضي المستوطنة لتستخدم مفردات احتكرتها فقط لاستعطاف في الرأي العام العالمي خدمة للمحتل كالرعب والفزع والتقتيل في حق المستوطنين ولو نطقت قواميس العالم وصدق إعلامه لقابلت المذبح مذابح ولعد التقتيل جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني على مدار عشرات السنين طوفان الأقصى كشف المستور وأبان ضعف إعلام عربي بعضه ينقل الوقائع وبعض البعض مطبع يدهن المحتل على حساب الانتماء وعدالة القضية وقلة تحافظ على المبدأ فتنقل بتواتر انتصارات المقاومة وتفضح جرائم المحتلة رسالة تطمئن الإخوة الفلسطينيين بل وتؤكد بأن قضيتنا قضية واحدة وهي قضية ليست للمساومة ولا للبيعة ورغم كيد الكائدين تصمد المقاومة وجبهتها أعلام نجح في نقل ما يحدث على قلة إمكانياته بالصوت والصورة فضحت دعاءات المحتل وأسقط أبراج القنوات الغربية التي روجت لقوة عسكرية عاتية لا تقهر